النهاردة كمان كان فيه علان مهم جدا من قبل الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا عن حكام اللي هيديروا مباريات كأس فيفا للعرب في الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر تقدروا تقولوا وهي كأس العرب بدون حكام عرب حكام ساحة ممكن يكون طبيعي أو تقليدي لأنه انت طبعا كل المنتخبات العربية فلازم تجيب حكام بالتأكيد من خارج النطاق الجرافي للمنطقة العربية لكن عندنا ثلاث حكام عرب ولكن هيكونوا موجودين في غرفة تقنية الفيديو في الحكام القطري عبدالله الميري وفي الحكام المغربي ردوان جيد وفي الحكام المصري إبراهيم نور الدين حكام الساحة من أفريقيا باكاري جسامة من جامبيا جانيسي كازوي من زامبيا وفي حكام بقى من كل منطقة جغرافية سواء أسيا أو حتى كونكاكاف أو الكونومنبول أو أيضا الأوكيانوس والويفا الاتحاد الأوروبي كل التوفيير منتخبنا الوطني في كاسي فيفا للعرب وأيضا كل التوفيير للحكام الدولي إبراهيم نور الدين في غرفة تقنية الفيديو كحكام مساعد في غرفة الفار